اهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الاخباري من قناة 22 قامت السلطات الالمانية بترحيل الشاب بلحسان يعقوب من فرانكفورت لامطار الهوار بومدين بوهران بعدما قض الشاب العشريني مطجع مخابرات العسكر وعرف ساد المؤسسة الحاكمة بالجزائر والسياسيها بلحسان يعقوب كان تحت اوامر اعتقال قضائية دولية حيث وصل لمطار هوار بومدين عبر رحلة عادية من مطار فرانكفورت الالماني مرفوقا بقوات امن جزائرية خاصة كانت معه في الرحلة من المانيا الى الجزائر وحسب مصادر اعلامية رسمية فبلحسان ابن تيبازا متابع قضائي لضلوعه في قضايا انتحال شخصيات عسكرية ومدنية وتم القاء القبض عليه في فرانكفورت وقت تساءلت فيه هيئات حقوقية المانية عن مصير الشاب وسط تخوفات من تعرضه للتعذيب بعد ان يسلم للجزائر قررت المحكمة العليا رفض الطعن بالنقض في قضيتين الصحفية القاضي احسان ما يجعل الاحكام الصادرة ضده من قبل مجلس قضاء الجزائر نهائية وكان متوقعا من هيئة دفاع احسان ان يتم نقض الاحكام واعادة محاكمة القاضي احسان بتشكيلة جديدة من القضاة على امل تخفيض مدة العقوبة الثقيلة التي يواجهها الصحف حاليا وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في جوان الماضي قد ادانت احسان القاضي بسبع سنوات بينها خمس سنوات سجن نافذة في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل اجنبية في اخبار معتقلية رأي قرر قاضي التحقيق لدى محكمة تيرت داع كل من الناشطين منصر احمد وحر حميدة الحبس المؤقت قيد التحقيق والمتابعين بتهمة الانخراط في منظمة ارهابية وكانت من بين شروط لقاء مبعوث الامم المتحدة مع المواطنين وتعهد السلطة بعدم متابعة كل من التقى به واليوم يسجنون احمد منصر احد الذين التقوا بالمقرر الاممي وقال مصدر من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان زوجة الناشط الحقوقي احمد منصري واثناء اعتقالها من بيتها افزعت صراخاتها ساكنة الحي وعرف بعد ذلك ان الصراخ من شدة الالم الذي عانت منه بسبب خلع كتفها حين جرها شرطي بقوة وبعنف وتطلب ذلك تدخل طبي من طرف جراح العظام بمستشفى قشرشلالة وهذا بتأكيد من شهود عيانة في اخبار معتقل الرأي دائما يواصل عدد من سجناء الرأي ادرابهم عن الطعام ونذكر بان الحالة الصحية لمعتقل الرأي ابراهيم العلامي في تدهور مستمر حيث وصل وهو بسجن قصنطينا الى يومه الواحد والسبعين من معركة الامعاء الخاوية وبسجن القليعة وصل معتقل الرأي اريد ابو زناد ليومه الخامس عشر في ادرابه عن الطعام وبسجن القليعة دائما معتقل الرأي وليد حمدوش يصل اليومه الرابع عشر من معركة الامعاء الخاوية اما بسجن قصنطينا فمعتقل الرأي الصحف مصطفى بن جمع في ادراب عن الطعام ليومه التاسعة في متابعتنا لطوفان الاقصى والعدوان الاسرائيلي على غزة اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع اليوم لليوم السادسي على التوالي وقالت الوزارة ان حصيلة الشهداء منذ السبت الماضي وحتى عصر اليوم الخميس اتفعت الى 1417 شهيدا اضافة الى ازد من 6300 مصاب واضافت الوزارة انها سجلت سقوط 447 شهيدا من الاطفال و248 امرأة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية ميا الكيلة اليوم الخميس من ان القطاع الصحي في قطاع غزة قد اصبح عرضة للانهيار جراء استمرار الغارات الاسرائيلية وزيادة اعداد الجرحة ودعت لتقديم دعم عاجل وفوري لانقاذ الوضع هذا ودعت الوزيرة الفلسطينية كافة المنظمات الصحية الدولية والاممية واللجنة الدولية للصليب الاحمر ودول العالم الى تدخل الفوري لادخال الادوية والمستلزمة الطبية الى القطاع لتلبية احتياجات غرف العمليات واقصام الطوارئ ووحدات العناية المركزة من جانبها افادت هيئة البثة الاسرائيلية بارتفاع عدد القتلى من الجانب الاسرائيلي جراء عملية طفن الاقصى الى 1300 قتيلة بثت كتائب عز الدين القصامة الذراع العسكرية لحركة المقاومة الاسلامية حماس مقطع فيديو لعمالية اطلاق صراح مرأة اسرائيلية وطفليها بشكل طوعي وظهرت المرأة في المقطع وهي تحمل طفلا وتسير باتجاه الآخر الذي كان ينتظر بينما مقاتلو المقاومة يحيطون بهم قبل ان تأخذ طفليها وتمضي باتجاه مستوطنتها وكانت قد نفت حركة حماس الأكاذيب التي تروج لها وسائل اعلام غربية تدعي فيها استهداف الاطفال وقطع رؤوس الاسر الصهاينة واكدت حماس بيان لها بشكل قاطع كذب الادعاءات الملفقة التي تروج لها وسائل الاعلام الغربية والتي تتبنى بشكل غير مهني الرواية الصهيونية المليئة بالاكاذيب والافتراءات على الشعب الفلسطيني ومقاومته والتي كان اخرها الادعاء بقتل اطفال واستهداف مدنيين في المقابل زعم بن يمين تنياهو رئيس وزراء الاحتلال في مؤتمر اقيم صباح اليوم على الاراضي المحتلة بيتل ابيب بان حماس تمثل داعش وسوف يتم القضاء عليها وعلى جميع قادتها وتذلك بعدما اعلن القادة الاسرائيليون التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وبحسب بيان لحكومة الاحتلال فلن يتم خلال الحرب تقديم اي مشاريع قوانين او اقتراحات رعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب وسيتم تمديد جميع التعينات العلية القائيا خلال فترة الحرب ترجع البيت الابيض عن تصريحات للرئيس جو بايدن اعرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتائب عز الدين القسام كان بايدن قال خلال اجتماعه مع زعماء الطائفة اليهودية في البيت الابيض انه لم يكن يعتقد انه سير صورا لارهابيين وهم يقطعون رؤوس المدنيين ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الابيض قوله ان لا الرئيس بايدن ولا اي مسئول امريكي رأى اي صور او تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بشكل مستقل وضف المتحدث ان تصريحات بايدن بشأن الفضائع المزعومة استندت الى مزاعم المتحدث باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية وتقارير اعلامية اسرائيلية من جانب اخر قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو تأمل ان يعمل الجميع على انشاء دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة السخنة من الصراع في الشرق الاوسط في اشارة الى الحرب الجارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال قال رئيس الروسي فلاديمير بوتن ان اسرائيل كانت قد استولت على بعض الاراضي الفلسطينية الاصلية باستخدام القوة العسكرية ووصف عنف الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة بانه مروع جاء ذلك في كلمة ان القها بوتن امس خلال منتدى اسبوع الطاق الروسي بالعاصمة الروسية موسكو واضاف بوتن ان القضية الفلسطينية في قلب كل انسان في هذه المنطقة وكذلك في قلب كل من يعتنق الاسلام وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ في القاهرة امس بتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة كما دع الوزراء في بيان ختمي الى وفاء الاحتلال الاسرائيلي بالتزاماته بمجب القانون الدولي باعتباره قوة احتلال للفلسطينيين واكد المجتمعون على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بادخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود اليه والغاء قرارات الاحتلال الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع اثار قرار الحكومة الفرنسية بمنع التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والتضامن مع قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي العنيف اثار ردود فعل واسعة وغاضبة في الاوساط الفرنسية وعبرت الجالية المسلمة والعربية عموما عن غضبها واستنكارها لمنع تظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني والسماح بمظاهرات للجالية اليهودية تأييدا للإسرائيليين وكانت الشرطة الفرنسية قد منع التظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان مقررا انطلاقهما اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وبررت الشرطة الفرنسية قرارها الذي اكدت انه جاء بموجب مرسوم فرنسي بقولها ان هذا الحضر تقرر نظرا لمخاطر الاخلال بالنظام العام اتحدث لنا في هذا الصدد الاستاذ ساعد سكتي ناشط حقوقي بفرنسا مدخلاتي اللي كي اشجوبا قرار المنع اللي مندهو لبريفة لورون نونيز على الرسمبلوم اللي كان راديكو اليوم في ريبيبليك مع استانس هو تعلل الأمور بأنه الرسمبلوم رادي برووكي دلا هين دلا فيولونس وتي يواجهو بواحد للاتيكل ديال الارهاب اللي كان دا في الارهاب اللي كان لازم على الار Careونs على ذلك لزيلة ديالو Он يشبطرا لمدة pig SaaS اللي كان يشبطرا لنا جامع الأجواء كم راديكو اليوم دالي جاء الله المبالر للأول مدرنا نرى psic�طا بإطار السكوريتي الببليك بأن الشهي الدخالى لا هين وبتالي يهدد بأنه سيكون أنه مبخيز الموت ووحد الأمان ديال 46 أميل أورو إلى الأخيري اللي هجمنا على إنراس ينتني ما زادا في الطيني بالله هو كذلك الوزير العدل تيخوز لنا بوحد القرار دياله تفسيري كذلك منحاز تيقول بأنه انطلاقا من 7 أكتوبر وديك لطاق الإرهابية لدات حماس إلى الأخيري غادي تطلع عنا لغاك في ديال الانتسيميتزم وكان قد هدد وزير العدل الفرنسي إيريك جوبون موريتي كل من يتعاطف مع ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي أو مع المقاومة الفلسطينية أو يعلن مساندتها عالنا وذلك بسجن سبع سنوات كلام الوزير الفرنسي جاء خلال جرسة للحكومة الفرنسية وتابع وزير العدل أنه كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي سيواجه عقوبة بسجن لمدة خمس سنوات وزد قائلا أنه إذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الإجتماعية فسيتم مسجنهم ليس في خمس سنوات فقط بل سبع سنوات السلام عليكم qu notre pays souffre encore des stigmates de l'attentat del 13 novembre y que certam on préconise que le Hamas et les représentants d'Israële se mettent autour d'une table c'est comme si on avait demandé au nice gouvernement de la France de nous en mettre autour d'une table avec Daesh Alors vous avez raison Madame la députée il y a un des règles et vous allez souffrir et je vous le rappelle la démonstration de soutien à un groupe terroriste l'apologie du terroriste c'est un délit c'est une infraction كذلك. أتبع أتبع أي أن يذكر أن الأحفادة ان تتجربة إلى المساعدة جزاء على أن يتدفع على المعارض الإيمان يحقق على عامد عامدين. أتبع أنه سوف يدفعونجا على عادة على صباحة في الأسرائق يكون أناس يخرج لإزامة من صباحة إلى مقاطع الدارية. نهاية النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله